أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن مشاركة الوزارة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح أسيسي بهدف الاستثمار في رأس المال البشري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وكشف وزير العدل عن مشاركة وزارة العدل في إعداد محاور مبادرة بداية وذلك في إطار ما تتص به في برنامج عمل الحكومة حيث يقوم دور الوزارة على الدعوة إلى الحفاظ المقام الرفيع للقضاء ورجاله في مختلف جهاتهم وهيئاتهم وتوفير كافة متطلبات آدائهم لرسالتهم السامية بهدف تحقيق العدل هذه مبادرة طيبة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحمل في طياتها دليلا حاسما على معاية سيادته للمواطن المصري والسعي نحو تدبير السم لقضاء حوائيه ومصالح ووقوفه على ما أهمه وما يهمه من متطلبات حياته هدف هذه المبادرة ينصب على احترامه للمواطن وعلى ضرورة التعامل معه بما يحفظ عليه كرامته تقديرا منه لإنسانيته وأنه صانع حضارة مصر ومصدر فخرها